هاخش معاك في بطولة إفريقيا على الأبواب واللي هتبقى في مصر رأيك إيه فيما قولت إن بطولة إفريقيا بقت ضعيفة ومعادش فيها غير مصر وتونس بس هي ما بقتش يعني هاتية طول عمرها تعتبر كده يعني حتى بس الجزائر واخدها أكتر مننا مثلا ماشي هو أكل الجزائر في التمانينات أعتقد خدوا ست بطولات وربعة فهم عشان كده معهم سبع بطولات لكن احنا نتكلم في آخر 20 سنة 30 سنة مش معاهم فهو في الآخر 20 سنة دي هي مصر وتونس والجزائر برضو إحنا لازم نادي احترام لبقية الفرنس طبعاً أكيد الجزائر أنجولا في فريق كونغو دلوقتي معهم كذا عيب من اللي كانوا بلعوه في فرنسا وفرقة برضو كويسة جداً فالمستوى ممكن ما يكونش أقوى حاجة ومش هنقارنه بالمستويات اللي كنا بنلعب فيها في الأولمبياد وكاس عالم وكده لكن في الآخر فرقة كلها محترمة ولو هو على 60 ديئة مطش واحد أي فرقة ممكن فيهم تعمل مفاجأة طبعاً فأهم حاجة اللي احنا نكون محضرين كويس نكون مدين احترام لبقية الفرقة حتى تونس حتى ناس كتير دلوقتي بتتكلم اللي هو حتى تونس مصر أعلى منها دلوقتي وكسبنا هناك في تونس والمتش كان كده لكن في الآخر ده كان موقف يعني احنا كسبنا المتش بس احنا بقالنا سنتين ما قبلناهمش وما نعرفش هو هما بيحضروا ازاي والروح عاملة ازاي والدنيا اختلفت ازاي وغيروا مدرب في الآخر احنا بنلعب لازم نكون مدينهم لازم نكون خايفين سننا من جوانا ان المتش مش سهل ولا حاجة واللي احنا مش احسن منهم واللي هما زينا زي بعض عشان في الآخر تعرف في المتش تلعب بانت مستريح من جوه ومدي المتش اهميته بجد يعني احنا القرع البرادي حطتنا لو بشين احنا الاتنين يعني تمام مصر وتونس فقبل النهائي مش في النهائي هل ده ممكن يقلل من جودة النهائي شوية يعني عشان هيبقى احد طرفي مش مصر وتونس يعني اعتبر كان هيبقى المتش طبعا ديربي اعتبر مصر وتونس هنبول الاخر عشرين سنة فكان طبعا هو ده المتوقع لكن في الاخر فاينل فاينل برضو يعني في الاخر هتلاعب بالجزائر هتلاعب فرقة تانية هتلاعب بان كان في النهائي النهائي ملوش كل ناس عارفة ان النهائي بالذات ملوش مع مقياس يعني بتنزل ممكن فرقة ضعيفة مطش يبقى مش ماشي ممكن فرقة قوية مطش يبقى فاتح فما زونش انها هتقلن الدي عشان انت بتبقى شايف البطولة قدامك شايف الكاس قدامك وعايز ترفعه هتتبسط وسط جماهيرك فنفس الحاجة اخيرا بطولة افريقيا الاخيرة اللي على الابواب خلاص هتكون بحضور جماهيري عايز تقول حاجة للجماهير اللي هتحضر المطشاط واول ثالي هتت بحضرتش قبل كده مطشاط المنتخب مصر بمهور في مصر اعتبر انا 2016 كنت لسه موجود و2021 ما لعبناش بمهور فدي اتبقى اول مرة اتمنى طبعا ان كل الناس تبقى موجودة عايزين نعوض اللي راح مننا في كاس عالم وعاوزين نفرح معاهم ونشوف ده باعنينا منشوفوش بس في الشارع بعدها بس نشوفوا جواه المطش ونشوفوا جواه الصالح جبيل جدا ان انت بتقول نعوض اللي راح مننا في كاس العالم رغم ان هو اللي حصل في كاس العالم كان تحيي المركز الخامس اللي هو تاني افضل انجاز في تاريخ كورة اليد المصرية وعشان كده بستنين منكم ان شاء الله على الاقل بقى بطولة افريقيا في المرة الجاية ان شاء الله